أصبح الفيسبوك مكاناً لتنافس المسؤولين في الديوانية لإبراز إنجازاتهم أمام الرأي العامة فحينما يقوم أحد المسؤولين بنشر صوره أثناء العمل بإكساء أحد شوارع المدينة سرعان ما يقوم المسؤول الآخر بنشر نفس الصور التي يقوم بتوظيفها لحسابه وأنه من أنجز هذا المشروع حتى أصبحوا في وضع لا يحسدون عليه أمام المواطن الذي وجد في هذه الممارسات مساحة للتندر وتوجيه سهام النقد يظهر مسؤول ونفس الشارع أو نفس المدرسة كل من يقول أنا صاحب هذا الإنجاز وعضهم بشكل سينمائي راكب الآلية ويعمل فتح حركات معينة من أجل أن يموه الناس البسطاء على أنه كان صاحب هذا الإنجاز بالتميزة هذا الشارع في نفس اللحظة يخرج مسؤول آخر يقول أنا صاحب هذا الإنجاز بحيث أصبح حتى هذه الأشياء موضع تندر للناس البسطاء وأصبحت موضع نكتب ويفسر باحثون هذه التصرفات التي يقوم بها ساسة ومسؤول البلاد بعدم وجود منجز حقيقي عندهم وأنهم يعوضون هذا الأمر من خلال التشدق بإنجازات سطحية هدفها الاستثمار الانتخابي كما أنها تكشف عن عدم المعرفة في مهام وواجبات السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤول لا يميز بين دوره تشريعي أو تنفيذي أو خدمي لا يميز دوره عدم وجود منجز حقيقي على أرض الواقع لهذا المسؤول جعله يتشدق بمواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك يقف عند آلية تبليط أو عند سيارة حمل لحمل أنقاض الشارع أو لفرش بعض الشوارع بالسبويس وغيرها لكي يكون له منجز أمام الناس يقول مراقبون أن السبب في شيوع هذه الظاهرة يعود لكثرة الجيوش الألكترونية والمستشارين والمقربين من المسؤول ممن يعتقدون أن نشر هذه الصورة ستساهم بتحسين صورتهم أمام المسؤول وبالنتيجة فأنهم وضعوا هذا المسؤول في دائرة الحرج والنقد الجارح من قبل المجتمع الحاشية التي تعمل تحت مظلة المسؤول بالتالي هي مستفيدة كما قلنا يعني لديها خطوط تستفيد منها من خلال هذا المسؤول من خلال إدخالهم في مشاريع ولكن في نفس الوقت هي سلاح ذو حدين بدأوا ينكشفون هذا واحد الأفعال التي يقومون بها داخل مواقع التواصل الاجتماعي لا تنطلع على المتلقي كما قلنا أيضا لأنها واضحة ومفضوحة أيضا وبالتالي أصبحت هناك مسألة وهي التوريط المسؤول في هذا الأمر انتقادات كبيرة توجه للمسؤول بسبب التزاحم الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن إنجازات ما زال المواطن لم يلمس منها شيء على أرض الواقع من الديوانية ميثم الشباني الحرة